بيقول لي الوقت اتحاد الكرة طلع بيان وهقرال حضراتكم يلا يا جماعة فين فين البيان ماشي لسه لسه البيان مطلعش اه هم ماشي برضو هم مطلعين بيان فيما يخص ما حدث فيما يتعلق بدون المحترفين انا هقرالكم انا لسه هو البيان نازل حالا فانا هقرال انا زي زي حضراتكم لسه ايه بستكشف عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لقرة القدم برئاسة جمال علام اجتمع عن تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مصابقة دوري القسمين الثاني والثالث واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي ناقش المجلس المذكرة المقدمة من شؤون القناة الاتحاد بخصوص اجتماع بعض ممثلي اندية القسمين الثاني والثالث وافادت مذكرة الشؤون القناة بعدم صحة انعقاد الجامعية العمامية غير العادية وسوف يتم اختار الجهة الادارية بزاية التقرير وافق المجلس على اثناء التصويق ورعاية بوابس مباريات القسم الثاني الى الشركة المتحدة للتصويق الرياضي على ان يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الاولى 20 ناديا والمجموعة والمجموعة الثلاث البقية 56 ناديا اعتماد تصور اعتماد تصور لجنة المسابعات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم اضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة 3 سنوات على الاقل لقبول اي نادي جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم تاني كده عشان دي عجبتني اضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة 3 سنوات على الاقل لقبول اي نادي جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم اجماعة اجماعة دي خطيرة جدا دي حلوة يعني عجبتني بصراحة ان انت لو نادي شركة لو نادي شركة وعايز تخش الاتحاد المصري عايز تشارك في بطولات الاتحاد المصري لازم ترعى نادي جماهيري لمدة ثلاث سنوات ترعى أن نادي جماهيري يعني من الآخر كده تصرف على نادي الجماهير تديره فلوس يصرف بيها عن نفسه فدي نقطة تبدو لطيفة من حيث المبدأ أنا بقى بحاول أفكر وأنا معكم على الهواء أليش شايفها دلوقتي ولسه عارفها دلوقتي بس شكلها حلو شكلها حلو عشان ما نخسرش برضو الأندية الجماهيرية فتبقى الأمور فيها شوية توازن حلوة شكلها حلوة من حيث المبدأ يعني أي حاجة بتبقى من حيث المبدأ حلوة بس بيبقى فيه تفاصيل كتيرة محتاجة نحن نزاكرها وندرسها ونفهمها أكتر يعني تحصيل 1% من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية برضو دي الظريفة بس 1% يعني ماشي تحديد يوم 24 أغسطس الجاري موعدة للعقد اجتماع لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد 2005 و2007 و2009 نحن كنا متأخرين أوه في القصة دي بس ماشي 24 أغسطس هنعرف مين الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين في حاجة تانية ولا كده خلاص كده خلاص